يعني كارسي عكل الناس وفي الحمد لله رب العالمين يعني وعندي والله يجيئلك يا أستاذ ما ما بعرفي حكيلي حسبي الله الوضع يومين صارت الكارسي الوضع كان سيء كتير كتير قاوينا هالعالم هون بهالمنزل هذا ضلينا مقاويين لمدة يومين وثلاثة بعدون رحنا ساعدنا العالم لحسننا نساعده وساعدنا ووجي بعدون صاحبين البيت كمان كانت مصيبتون كبيرة يعني رحلون شهداء رحلون يعني ضحايا وجيت لهون صدنا ننفق بعضنا في حارين في نسوان أنا عندي شباب يعني بعدون اطلعت أنا جبت مرتي زوجتي وأولادي بعدون جيت لهون عن جاري أبو خالد عم نصبنا هالخيمة هاي البسيطة وبركنا فيها يعني عم نتقوى فيها يعني بالنهار بنبرك هون حوالي النار وبالليلة يعني مفوت من نام جوا والحمد لله عكل حال يعني وعندي هيق طفل أنا مريض يعني مع عابي حسن يعني كانت عبعجو بأنتاكي وما عبسكت معي يعني 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 بتمنى من هالمنظمات من هالعالم هيك الساعد الساعد هالشعب هذا اللي شفته بالشوارع يعني والحمد لله يعني يعني رب العالمين واللي بيجي من الله يا محلا يعني معنا نحن معنا اعتراض على حكم الله تعال الحمد لله رب العالمين ونترجم كيف عم نقضي يومكو عم نقضي يومنا يعني والله هون بها البرية هاي بها البرية من قضي يومنا يعني ونشوف هيك العالم هي منتفقد على العالم هيك يعني نطلع منتفقد على العالم هيك ما عم نطلع بيدنا نعمل شي ما بيطلع بيدنا نعمل شي نزل عن طاكن ونساعد العالم شوي وبعدونا منرجع لهون يعني والحمد لله رب العالمين يعني اسا في عالم يعني تحت الانقاذ اللي هلأ الله يفرج علينا وعلينا وعامة محمد جميعا. كم ولد عندك انت وكيف عبت امن التدفئة كيف عبت نام. والله لك شايفت هناك استاذ عم نجيب حطب من هالبرية يعني مشاغل هون نصهر نحن الشباب هوني والنسوان بيفوتوا بيناموا جوا وبعدونا منظر هيك بير كيل الصبح يعني ما ما من نام يعني اهمشي هالاطفال هالنساء من أمنهم بعضونا احني بيدبرنا الله الحمد لله على كل حان يعني يعني بيشوف مصيبته بتهون عليه مصيبت غيرو والحمد لله رب العالمين يعني والله هل بيجي من الله يا محلى يعني فوت تفرج كمان يعني انت بتضيعه هوني شي مأسات يعني يعني ينكارسي عكل الناس وفي الحمد لله رب العالمين يعني والله يقول لك يا أستاذ ما بعرف حكي لي حسبي الله صار زنزال طلعنا بروحنا عندي خمسة حريمات وعندي ولد طلعنا بروحنا جيراننا طبت عليهم البنائي أرقدنا بيننا سعفون جيراننا يعني جيراننا هني أتراك هني هني أخواتنا كمان أرقدنا فينا وما فينا في عن نجارتنا كانت كثير معنا منيحة كثير معنا طيبة طلعناها من تحت الأنقاض هلأ أنا بلافيت بيريك شادع أنا وحريماتي نطلب من أهل الخير يساعدونا بس لأنه نحن مسلمين لازم نستقر عحريمات بس لازم نستقر عحريماتنا لو كنا الشباب نام بالبرية أنا ويار بس كمان جيراننا طيبين وكويسين معنا يعني حتى ما بيريدونا نطلع من البيت بس ما منحسين بقى هني كمان نهدو يثون وينعني منرون هيك صار معنا والأمور معنا تعباني نحن ما عنا شي يعني هو نحن ما عنا شي لا عنا أرض لا عنا شي ما عنا شي ما عنا غير رحمة الله بس الله يستر والله يجزيكم الخير والله يعطيكم ألف عفو ونحن نشكركم نشكر الأورياند ما عندي كلام أحكيه أكتر من هيك ما بع عندي كلام أنتوا وقفتكم معنا بتسوى الدنيا جيدكم لهون يعني اهتميتوا فينا اهتميتوا يعني اهتميتوا في عرضكم بنات سورية هدوه العرضكم كلامنا خواتنا احنا بعمري ما فرأت بين تركيا وكلامنا عشت عشر سنين هون كلامهم بحبوني وكلامهم بيعزوني وكلامهم يعني بلاد عمنا أخواتنا يعني التراك أخواتنا وبلاد عمنا والحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله طلعنا سالمين الحمد لله والله سبحانه وتعالى يعدين ان شاء الله الازمة بخير نحن طلعنا لهم بداية الأحداث بسوريا بعد ما الحرب قضت على بلدنا وبيوتنا صار لي عشر سنين قد عشر سنة عايشة بهالضيعة الحمد لله يعني أمورنا كانت كويسة قبل الزلزال جوزي عم يشتغل وعايشين الحمد لله مستورة إجا الزلزال يعني كي بدي أقول لك قلب الدنيا فوقاني تحتيني حياتنا كلها تغيرت بين ليلة وضحاها نقلب الوضع فوقاني تحتيني البيوت اتدمرت طلعنا هيك لأينا حالنا بالشارع وما حدا سائل وقتل عم تجي شيء يعني شكي بدي أقول لك لهون عضي كتير خلق انضررت كتير عالم انقذت ويعني أنا ما بدي شيء بدي بس مكان اتقاوى أنا وولادي نحنا هون سبعة أنا عندي خمس ولاد وأنا وجوزي سبعة عايشين بشادر نحنا عملنا متر بمتر عملنا مكبس على بعضنا وطلع براتها طيب ما في ولادنا المدارس وقفت يعني الحياة كلها وقفت بالنسبة لأننا ما بدنا يعني ما بدنا شيء بس مطرح نتقاوى فيه يعني نطلب من أهل الخير يعني الله يجزيهم الخير هني العالم ما قصرت انه بس مكان نتقاوى فيه والحياة بتجي بعدين الشغل بيجي بعدين والبقية الاحتياجات بتجي بعدين أهم شيء انه الإنسان يكون عنده مكان يباد فيه يحس بالأمان يشعر بالأمان والله يعطيكم العافية والله يزيكم الخير يا رب هذا اللي بنطلبه وما عنا أكتر من هيك يعني الحمد لله طلعنا أنا أولادي طيبين شفنا الموت جيرانا هون نزلت البناية فيهم طلعون من تحت الركام ناس ماتت ناس اتشردت يعني وضع كارثة بكل معنى الكلمة والله يفرجع على الجميع يا رب احنا بيركين هون بالبريسة صاحبين البريسة بيوتونا نهديت أخذوا البيت جينا براكنا عن جيراننا كمان بيتو كله مهدود عملنا هالخيمة وبركنا فيها كلها يعطنا نحنا 17 نفس يعني بس الشيء ساعدونا وعندي هالطفل معه وفتحها بالقلب ومبرح أخذنا على المشفى مكان يستعدلونا هيك يعني وضعنا كتير سيئ هلانتو هون ساكنين بمكان هاي الأرض الزراعية هاي بان ساكنين هون هي لان الهاكي اللي بيوت طلع كلها شيئا كلياتنا بأرض الزراعية ساكنين 17 نفس بيتونا الاساسي وين؟ بيتنا الاساسي في البريسة وصاحبين ما نهدت بيوتونا ما ضل عندونا موضوع اجوا عليه كلياتونا امنا جينا نحنا اللحاننا عن جيراننا يعني ما دي ساعد البيت هن كمان تقريبا شي عشرة وكلها غرفة ومتفعات ما بتأدينا جينا برقنا كوعا جيراننا وبيتونا مهدود الجماعة امنا شادر بها البرية وبرقنا عش بدنا نسوي عين نرم هيك إرادة الله الحمد الله عكل حال نحنا نحب تساعدونا بس ما بدنا منكن شي نساعدة نعالج هالطفل وتساعدونا نجيب لنا شويدر بس نتقاوى اكتر من هيك نحنا ما بدنا منكن شي اشتركوا في القناة